موسيقى جولتنا الصحفية الغصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم ياهو تكشف عن الطاقم الإداري لشركتها الجديدة بعد إتمام الصفقة مع في رايزون جاء في تفاصيل الخبر أعلنت مجموعة ياهو الأمريكية أن توماس مان كينري سيتولى الإدارة العامة لشركتها المصغرة بعد بيع أنشطتها الرئيسية لعملاق الاتصالات في رايزون نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية ألاف التطبيقات تودى آيفون إلى الأبد خلال أشهر في تقارير حديثة من المؤكد أن تزعج كثيرين يتوقع خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية أن تتعرض آلاف التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون إلى الموت قريبا جدا صحيفة الحياة مشاهدين عنونت بين صفحاتها ابتكار جديد يجعل الآيفون يعمل بنظام أندرويد أصبحت فكرة تجمع بين نظامي تشغيل في جهاز واحد ممكن عبر غطاء آي لهاتف آيفون الخاص بك هذا الغطاء يعد أسهل طريقة لجمع الهاتفين معا فهو غطاء لجهاز آيفون يعمل بنظام أندرويد بيتضمن شاشة بسعة خمس بوصات وبطارية إضافية وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية وأبل تستعد لإطلاق ثلاث أجهزة لوحية جديدة ترددت الأنباء عن استعداد شركة أبل لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة آيفاد برو الأسبوع المقبل كما ترددت بعض الشائعات أن الشركة ستكشف الستار عن ثلاث أجهزة آيفاد في شهر مارس آذار أجاري ذات الحجم الكبير النموذجي 10.5 بوصة و12.9 بوصة ترجمة نانسي قنقر